الجزائر الشريك الأول لروسيا في القرى الصمراء علاقات ثنائية تعززت منذ أكثر من نصف قرن فترة كافية لتصبح مع الوقت علاقات تقليدية تقتصر بالأخص في مجال التسلح فمن خلال الزيارة التي سيجريها وزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف يتوقع أن يناقش إمكانية بناء محطة للطاقة النووية من تصميم روسي في الجزائر لأغراض سلمية حسب ما جاء في مقابلة أجراها مع صحيفة الإكسبريسون الجزائرية ولأن الأوضاع الأمنية في سوريا وليبيا جد مضطربة أوضح الجانب الروسي أن هذه الملفات ستكون محل نقاشات ومشاورات مكثفة مع السلطة الجزائرية فتكثيف وتوحيد الجهود لمحاربة الإرهاب بطريقة فعالة وبدون ازدواجية هي نقطة أخرى سيركز عليها لافروف خلال زيارته للجزائر وأشر وزير خارجية موسكو إلى أن الدول المشاركة في منتدى الدول المصدرة للغاز بما في ذلك روسيا والجزائر لا تضع أمامها مهمة تحويل المنتدى إلى أوبيك للغاز ولن تقوم بفرض شروطها على سوق الغاز الدولي وترى الدولتان دور المنتدى في تعميق الحوار الصريح والبناء مع الأطراف المستوردة للغاز بما في ذلك حول موضوع الطلب على الغاز الطبيعي وتطوير البنى التحتية اللازمة لتصديره الحديث يدور عن التوزيع العادل للمخاطر بين الجهة المصدرة والمستهلكين للغاز عن طريق تنفيذ سياسات غير متحاملة ويمكن التكهن بها في مجالات الاقتصاد والطاقة والذرائب والبيئة